اليوم هسوي معاكم طريقة الخبز شايفين شكلها يا سلام بجنبه حمسة باذنجان وواو بصراحة مرة لذيذة نشوفها الطريقة للخبز عندي ثلاث أكواب دقيق رشة ملح هصب عليهم كوب موية تكون حارة عجنهم كويس مع بعض لين يصيروا بهذا الشكل بعد عجن العجينة باليد لين تتماسك وتصير عجينة متماسكة شايفين بهذا الشكل وهذا القوام المطلوب أخذ قطعة من العجينة بفريدها وحريكم السماكة المطلوبة شايفين ضروري تكون بهذه السماكة تكون مرة رقيقة هنا عندنا الخبز صار جاهز بناخذ على الجنب عادي نقدر نفرزنا بس لكل قطعة نحط فوقها نايلون تغليف عشان ما يلزقوا مع بعض للحمسة أضيف شوية زيت قطعة بصل وشوية زبدة حمسهم كويس منذ بل البصل أضيف الثوم من تطلع ريحة الثوم أضيف عصيرة طماطم كشرت الطماطم مطربطة بالخلاط مع قطعة صغيرة فلفل بارد أحمر نحركم كويس مع بعض بعدها نضيف الفلفل حسب الرغبة بعدها البغارات ملح كمون فلفل أسود فلفل أحمر مجروش بعدها نصب نص كوب موية رش بسيطة سكر عشان أوزن طعم الطماطم نحركم كويس لين تسبكوا أنا عندي ثلاث حبات بذنجان قطعتهم لمربعات وحبة بطاطس كمان لمربعات بقليهم بالزيت أو بالقلالة الهوائية لين تحمر مع البطاطس كده عندنا البذنجان جهز بأخذها على المصفة مع البطاطس لين يصفى منه الزيت أنا عندي البليلة جاهزة شلت منها القشر بعدها أضيف البطاطس مع البازنجان ونحركم كويس مع بعض وعلى نار هادية خليه متسبكوا بهذا الشكل أخر شيء هنا عندي الصاج الحرارة متوسطة نضيف الخبز من يبدأ يطلع فقعات بنقلبعه على الوجه الثاني شايفين كده الخبز عندنا جاهزة أسهلا بعدها عندي قطعة زبدة مع شوية تاثوم نحمسهم كويس مع بعض أخر شيء الكزبرة نضيفهم مع الحمسة يا أسهلا كده عندنا الحمسة صارت جاهزة نضيف آخر شيء الطحين كده الحمسة جاهزة يا أسهلا فأخذ قطعة من الخبز وبالعافية ترجمة نانسي قنقر